حقف لأن أنا وقتي بيخلص بس أنا هستأذنهم في دقتين إن إحنا نتكلم عن تجربة الضرب الأحمر لأنه إنتي اشتغلتي مسرح في نوادي ومع أطفال مختلفين وفي أماكن بسميها الأكثر احتياجاً للفن أصلاً وإحنا في كل القطاعات محتاجين للفن خلينا نتكلم عن تجربة الضرب الأحمر اللي تعملت فيها مع الأطفال وإيه اللي تغير فيهم وإيه اللي تغير فيك إنتي في تجربة زي دي أنا وكل ما بتعامل مع الأطفال الموضوع يعني أنا بتغير فيها حاجات يعني مع كل الفئات على فكر بس تجربة الضرب الأحمر بالذات كانت مميزة قوي لأنه كانوا هما أول مرة يقفوا على الستي يعني أول مرة يجربوا يشتغلوا مسرحة وما كانش التحدي مع الولاد قد ما كان التحدي مع أهليهم إن هما كانوا جايبين يعني ده ما كان بيعلم الولاد حرة في يدوية وحاجات كده ونحته وكذا فكان أول مرة يتعامل هناك مسرح يعني أنا كنت أنا عملت لهم موركشوب قبل كده مجرد أنهم يعرفوا يعني إيه تمثيل بس غير مع أصرحة وبعدين للمرة التانية قررنا نعمل عرض المسرحة أنا اللي عجبني أكتر من الولاد إن أهليهم اشتركوا معي يعني أهالي الولاد دولت فيهم واحدة عملت معي ملابس فيهم واحدة عملت معي الديكور من كتر ما يعني كنا بنمعد وبنتكلم وبنتناقش وييجوا ويشوفوا إحنا قد إيه بناشتغل وقد إيه بنلتزم وقد إيه فكان مسلا ييجوا تأخرنا فييجوا يوقفوا طب تعالي إحنا عايزين نعمل ملابس فأنا كنت سعيدة كمان بإن الأهالي كمان شاركوا يعني مش بس الولاد إيه اللي تغير في الولاد بقى ده حاجات كتيرة قوي قوي يعني فيك كذا نموذج في الضرب الأحمر أنا يعني فخورة بيهم بجد بس على الأقل فيه أكتر اتنين يعني فيه شاب لطيف كده شاب قوي يعني هو يزغنون كده عنده 13 سنة اسمه محمود حبيبي ده كان هو يعني إيه يعني أسمراني شوية ثقته في نفسه ومش أحسن حاجة أنا عمله ملك مصري قديم ملك ملك فبقوله هو ده الملك هو ده شكل المصر ده يعني ده شكل المصري فهو كان بقى طول وقته مكسوف تم ماتحول مليش تاجي على الفيسبوك ماتحول أصوص حبي لما بيشوفوني وانا ان انا همسل بالترياء علي تروح حبيبي هاتهم يوم العرض وتعال شوف خلينا نشوف وأوعدك أن أنت بعد العرض أنت اللي هتيجي تقولي أعملي لي تاج فكانت دي يعني وده اللي حصل فعلا أنه وقت العرض بقى هو اللي بيقولي أنا بجد مش هيرف أنا يعني احنا عملنا أنت خلتينا حاجة كبيرة قوي قوي عارفة الأحساس ده فيه بنوتة كمان اسمها سلمة البنوتة دي صغنونة كده حجمها صغنن كده فكانت عندها إشي طول الوقت أنه فيه الولاد بيتنمروا عليها علشان هي حجمها أصغر من سنها شوية كتير وكان فيه أصاد درب الأحمر إحنا في بيت اسمه بيت يكن وعلى الباب بره فيه أهوة فكانت الناس عندها مشكلة مع الناس اللي داخلين المسرح وخرجين من المسرح وكذا المهم في يوم العرض الناس اللي على الأهوة دي اللي هي الناس اللي عادية خالص دخلوا تفرجوا على العرض أو يعني كانوا سمعين شوية مني ولما سمعوا دخلوا يتفرجوا أنا اتفاجئت بسال مسال ما كانت عاملة يعني دور مهم كده وهي كانت عاملة ولد يعني كانت عاملة شخصية ولد وبعدين في الآخر قلعناها فبانت إنها بنت فراحت خارجة وهي خارجة الناس سقف تلاقي الناس وقفوا على القهوة يسقفوا لها يعني أنا ده مثلا من حاجات المؤسرة طيب جدا